اشتركوا في القناة هذا الصحابي اسمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لكن الكثير لا يعرف عن هذا الصحابي سيرته الذاتية التي ينبغي أن نعرفها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من السابقين الأولين رضي الله عنه وارضاه يعني أول من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول عشرة حتى أول ستة شهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عن سواك النبي نبي حط معه السواك كان مسؤول عن ماء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان مسؤول عن نعل النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو الذي دفع نفسه لهذه الخدمة رضي الله عنه وارضاه وكان من أهل القرآن كان يتلقى القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان صاحبا عليه وسواكه ووساده حتى الطراحة أو المخده هو يحط للنبي عليه الصلاة والسلام وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في شغله يحكي لمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال عن نفسه لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا أنا وخمسة أدي صرنا ستة ما في على وجه الأرض مسلم غيرنا لذلك من السابقين الأولين هذه معلومات ما بيعرفوها الشباب فكروا أن سيدنا عبد الله بن مسعود سبحان الله بس تسمع عن سيرة الإنسان بس يتمنى رؤيا يعني كان في فيسبوك وكان يعني كانوا صورونا ياهم شوفهم في الجنة إن شاء الله رضي الله عنه وارضاه شوفوا هاليقين اللي عنده قال والله والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت لأنه لك ملازم الله يهنيه هلا نحن ما بدنا ياكو تكون ملازم للشيخ أو للداعية كون ملازم لمجلس العلم ما يفوتك مجلس علم بعض الأحباب يقول لي هلا أنا بالمكتب عم تابع الدرس مثلا يوم الخميس يكون يوم الجمعة بأوروبا أنا في العيادة الله يهنيك هؤلاء لزموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لزموا النبي أنت لزام مجلس العلم مجلس العلم روضة من رياضة الجنة والله أنتوا عم تقرأوا هلا ونحن عم نقرأ سورة الكهف عم تفرج هيك على الوجوه أشوف الشباب اليافعين هي هي الجنة هي هي الجنة الله طلعنا من الدنيا وجابنا على الجنة وين كنا بالفرشة قاعدين وشو عم نقرأ كلام الله والله كنت عم مقرأ بالختم أنا والشباب الحفاظ هيك سبحان الله عم مقرأ أم وقفت وقفت تقولوا نوقفوا شوي تقولوا يا جماعة تعرفوا كلام مين هذا اللي عم نحكيه اللي عم نقرأه القرآن قلت له أن هذا كلام الله عم تحكي كلام الله أغلى كلام وأعظم كلام هل أنتوا عاديين عم تتلو أعظم كلام تؤجرون به لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته لو بعرف في واحد أعلم مني وأنه الواحد إذا ركب القبل وبيصلى عنده لا رحت ذلك كانوا يسموه حبر شلون عبد الله بن عباس كان حبر رضي الله عنه وأرضاه كلمة الحبر في المدينة لأن المدينة كان فيها يهود يطلقون على العالم حبر من كتر ما إيش باستعمل الحبر يقول عن نفسه لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيني إيش فم من تموه بيقول لك من علمك هل بتلاقي الأساتذتنا ومشايخنا بيقول لك فلان أعلى سند هل في ناس أعلى سند بالنسبة للقرآن الكريم لأنه هو قرأ على فلان فلان على فلان على فلان على فلان على عبد الله بن مسعود سبحان الله لأنه كان كان من أقرأ الصحابة بينه بين سيدنا عبد الله بن مسعود مثلا ساوة عشرين بعدين عن النبي بعدين عن جبريل لك أعلى سند سيدنا عبد الله بن مسعود تلقى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخذت من في رسول الله بضعاً وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم أعلمونا أحسن الناس لكن أعلم الناس بكتاب الله حبر رضي الله عنه وأرضى عبد الله بن مسعود يكن بأبي عبد الرحمن قال عنه الذهبي كان معدوداً في أذكياء العلماء رضي الله عنه وأرضاه اسمعوا عن فضله روى البخاري ومسلم الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري قال قدمت أنا وأخي من اليمن الأشعر من اليمن من اليمن اليمن يعني أم العرب ليش المخطط هلا اللي ساوا اليمن وروحوا اليمن هناك العرب وهؤلاء أتوا إلى النبي فيهم ويس القرن وفيهم أبو موسى الأشعري اليمنيين أهل علم وأهل قرآن وأهل صفاء دمروهم لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره يدمروا البنيان بس الإنسان ما دام متمسك بدين الله يعود قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله من كثرة دخولهم والوزومهم له فايتين طالعين لعند النبي فكرناهن إيش من أهله للنبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل البيت قال لك هذا من أهل البيت ففوت وبيطلع رضي الله عنه وأرضاه قال وروى البخاري في صحيحه من أديث عبد الرحمن ابن يزيد رضي الله عنه قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي سمت الشكل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد كان النبي عليه الصلاة والسلام سميه ابن أم عبد قال وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الأحوص رضي الله عنه قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال أحدهم لصاحبه أتراه ترك بعده مثله بعدما مات ألا شوفوا حفظوها أخوانا الكرام إذا بموت العالم لا يخلفه مثله لذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا مات العالم ثلم في الإسلام جرح ثلمة خلص هذا هيك ثقب جرح مكان لا يسده إلا عالمهم مثله ما بيجي بيجي مثل الشيخ بدر الدين الله يرحمه بيجي مثل مشايخنا الأيام هيك بشوف مولد قديم بستة وتسعين بشوف هيك العلماء سبحان الله سيدنا فلان وفلان راح خلص بيجي الزمان بيجي مثل الشيخ أحمد كفتارو لذلك الآن إذا كان في بقية متبقية قالوا لك عالم من العلماء في درس كذا وهي تعال لأنه بيموت العالم كلهم بيطلعوا بجناسته بيقولوا والله هذا كان وكان لا احترطلوا شي درس أنت لا والله شفته ورحته هيكيق سبحان الله زرت مولانا سيدنا الشيخ رمضان ديب يا الأسبوع هذا كان بعضي معي بعض الأحباب تقولوا سيدنا أول شي وصيني وصية وصاني قتلوا لفولان وصا ولفولان وصا بتظل تذكر هاي بتظل تذكر إلك اليوم القيامة الناس بتروح بدأت تتصور مع من مع اللي بيساوي أكل وشرب وبيقلب له نطنجرة ومعي اللي بيشوت طابة ومع شي فنان بيبكوا بيبكوا نعم بأي شيء واقف قدامها الفنان هدى الله هو أكبر يحشر المرء مع من أحب ما بعضي فنان روح تصور مع أهل الله مع الناس الذاكرين ظل تذكر إلك يوم القيامة طيب قال أتراه ترك بعده مثله فقال إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا لا أحكي لكم عن عبد الله بن مسعود مين سيدنا أبو مين أبو موسى الأشعر يحكي إن كان ليؤذن له إذا حجبنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بدي يفوت الواحد بيستأذن عبد الله بن مسعود بفوت بدون أذن لكن هو مسؤول عن استيواك وعن ماء الوضوء وعن الوسادة الله يهني الله يهني اللي بيخدم أهل الله قال ويشهدوا إذا غبنا أو ويشهدوا إذا غبنا هذا شاهد كأنه حاضر أبدا في ناس بغيابهم حاضرون رضي الله عنه وأرضاه وكان من فقهاء الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة بلكن تعلموا قرآن كأن الروح لعن سماعة الشيخ أحمد كفتار رحمة الله عليه يقول لهم نذكر الله يقول روح لعند الأستاذ الفلاني روح لعند الأستاذ أبو الخير الصبى واذكروا معه فلان خلاص شهدوا له الشيء يعني شو جوه خذوا القرآن من مين من أربعة الآن إذا بدك تقرأ قرآن مثلا تجي على الجامعة لعندي يقول لك روح لعند فلان ليش نشهدوا له خذوا القرآن من أربعة فبدأ به من ابني أمي عبد هيك سميه النبي عليه الصلاة والسلام ابني أمي عبد رضي الله عنه وأرضاه من أول من جهر بالقرآن في مكة لما نزلت سورة الرحمن علم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يصدح بها قال أنا يا رسول الله سيدنا عبدالله بن مسعود حتى هيكي تتكوني سيدنا عبدالله بن مسعود رقيق الساقين قصير القامة حتى قرأت بعض الكتب يعني ما يتجاوز المتر حتى أقل من المتر كان قصير القامة قال إجي تكي ريح فدفعته يعني خفيف فضحكوا الصحابة ضحكوا الصحابة انه شوفوا قديش يكي يعني قال أتعجبون من دقة ساقي ابني أم عبد والذي نفس محمد بيده لهو عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد هذا تئيل عبدالله بن مسعود قال من يصدح بها قال أنا يا رسول الله طلع لوين على ظهر الكعبة فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان آم طلع له مين أبو جهل قال فأخذه من أذنه هكذا قال لما أخذه من أذنه قال أصابه شيء في أذنه يا أطعلو ياها يا جرحلو ياها يوم بدر لما صار اللقاء بين المشركين والمسلمين تمكن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مين من أبو جهل فضربوه في ساقه ذهب إليه عبدالله ابن مسعود فأجهز عليه قال وحز رأسه وأتى به إلى رسول الله النبي عليه السلام قال الحمد لله الذي أهلك فرعون هذه الأمة فسيدنا عبدالله بن مسعود أخذ شيء من أذنه وعمل له ياها هيك قال الأذن بالأذن والرأس زيادة هذا عبدالله ابن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط هاي سبب إسلامه فمر بي رسول الله وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن في لبن شو العرب ما بتعرف غير اللبن والتمر واللحم بس أكلية اللحم شغلة فخامة وين تفريد هذا الأكل ألا نحن بالقرن الواحد والعشرين قرن البطاطا وإيش والأكلات اللي مال ثريد سيد والطعام الثريد شو الثريد لحمة مطهوة شوفوا أنت الأخوانا الكرام بالمنطقة الشرقية بيساووا ثريد في البامية وثري قصص الخبز هذا الإنسان بالفعل ما تاكلوا منها لأنتين بتروحوا على الآخرة ما متعودين نحن جماعة الأندومي إيش ولا الأكلات الليل الليل مال عايشين على الدليفيرية هذا مؤكل هذا مؤكل أكل التمر واللبن والثريد كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له للصحابي قال له أولم ولو بشات سوي عزيم ولو على خاروف قال لأن إحنا خاروف عزيمة خاروف يعني أولم ولو بشات كان يذبح اثنين وثلاثة واربعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب إيش الكتف صلى الله عليه وسلم ذوق ألا شو صار العزيمة ألا شو العزيمة الحمد لله تغيرت الدنيا كانوا كانوا رجال يأكلون ولكن كانوا يذهبون ويسافرون كان يحمل السيف السيف وزنه من فوق الخمسة عشر كيلو العشرين كيلو يقاتل فيه من الصبح إلى الظهر رجال صندويشة يلا شو صندويشة يلا كنت أذكر كنا نطلع من المعهد الشرعي كان في رجل صالح سبحان الله عنده محل الفلافي هيك كان صندويشة الفلافي كان حق ليرة سوري الله الحم الليرة من له شلونك بيقلك مثل الليرة هو يعني أصده مثل الليرة الذهب كانوا كانوا يتعاملوا بالدهب ما دخل لأنه مثل الليرة يعني كانت الليرة ذهبي هالبلاد يعني نحن عايشين فيها يعني ما قبلنا وما بعدنا لبنان شو ليرة هون ليرة تروع على تركيا ليرة تروع على غير دينار ساعة تروع على غير بلاد درهم درهم والدينار مهم مال قال كنت أرعى غنما لعقبة ابني أبي معيط فمر بي رسول الله صلى الله وآبو بكر فقال يا غلام هل من لبن قلت نعم في لبن ولكن مؤتمن ألا والله ما هدول أمان قال فهل من شات لم ينز عليها الفحل الفحل أو لم ينز عليها الفحل فأتيته بشات فمسح ضرعها فنزل لبن فحلب صلى الله عليه وسلم في إناء فشريب كان يقول عن الحليب لبن العرب شرب حليب ألا أولادنا أولادنا شو بيشرب بيب سي عصير بطلع تطلع معه بالسيارة حتطل لك إيش البيت عصير عصير شو يا ريت وعصير طبيعي والله لاتشكروا نحن بلادنا بلاد البردان والليمون والفريش رايح شاي علبة 2000 ورقة 3000 ورقة حتطى قدام منه سبحان الله بروع لمكة الله رجعنا لمكة ونشوف لي واحد طالع من صلاة الصبح فوت كل الفنادق صارت قرب الحرام شو شاري عصير من صلاة الصبح عصير شو العصير لك مو شايف الطبيعي مو شايف ولا سمعان فيه لك عصير الصبح لك كلها اكتمرتين عصير الصبح لك جيب زبدية لبن من هدول أولادنا ما عم يعرفوا يعيشوا والله يا أخوان الكرام راقبوهن هذا غير اللي عم يدخن هاي مصائب ما ما عم نعرف شو عم يصير بأولادنا لذلك روح اسألوا المصائب ده كاترت لسنان شو شو عم يأكل كله بيأثر المعدة جاء أحد الأخوان الكرام اللي شو اختص قلت له هضمية فورا ليش قلت له أنه خربان المعدة تبع البشر كلها طبعا كل الاختصاصات هضمية وإن لك معدتي عم تجعني المسا شو 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 نساوي المعدة بيت الداء والحمية أم الدواء الحمية شوف حاله أنه هيك بيقل لك حمية على مي ولبن لك كانوا تلتر بعد كاترة آباءنا وأماتنا وما معهم سرتفيك الله وكيلكون يعني هاي ما معهم شهادة التاسعة لك دخلت بالحمية قال فهل من شاة لم ينزوا عليها فحل يعني صغيرة لسا إيش لا تعرف الزواج صغيرة فحلبهم في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع قلص فقلص أي معجزة أي ما بتصير غير مع النبي لا تفكرون ثم قال قال ثم أتيت بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول أعطي لي كلمة السر شلون هذه ما بيجيها حليب أم حلب قال أعلم لي قال فمسح رأسي قال له يا حبيبي يا عيني وقال يرحمك الله فإنك غليم مغلام غليم معلم قال له أنت فيك البركة وما شاء الله عليك قال فإسلام في أيام تصرف صغير هيك بيشوفك هيك إنسان بيحبك بتعلم منك بالله عليه الدعاة أيام هيك تصرف في خير أمام الناس كلمة ولا تصل فيني أخ قال لي أنا أسمع لك محاضرة قال لي كنت ببلاد الله الواسعة قال لي قريب من معصية قال لي اسمعتها الدرس قال لي مش تهي يركب طيارة ويجي على الجامع لا لا باشا وإحضر الدرس وسأجر غرفة قدام الجامع أيام كلمة طيبة يا أخوان الكرام سيدنا عبد الله بن مسعود شاف النبي وعلى الكلام الطيب قام إيش أسلم رضي الله عنه وارضاه للحديث تتم أصبحنا لو صار وقت الضحى الحديث الأسبوع القادم عن سيدنا عبد الله بن مسعود شو هالرجل هذا شغلي طلعت لاب الطول ولا بالعرض ولا بالكتاب ولا بالنادي ولا بالإيش اللي هذول بياخدوا إيش حب مقوي بشان إيش ينفوش الشغلة سيدنا عبد الله بن مسعود لا له طويل ولا له إيش عريض ولا داخل نادي ولا بيلعب كرتين المرء بأصغري أصغر شي قلبه هل أدو الخلب ولسانه هل أدوه هذا بس طهر قلوكن وألسلتكن خليها شغالة بذكر الله عز وجل ما في أعلم بأصحاب النبي بالقرآن من سيدنا عبد الله بن مسعود عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام 22 سنة نحكي إن شاء الله الأسبوع القادم يعني مات بآخر زمن سيدنا عثمان من كرامة سيدنا عبد الله بن مسعود أنه ما شاف الفتن سبحان الله مبارح ذكرته الوالد والوالدة وقع في قلبي سبحان الله كيف أنه بعدين قلت لحالي الحمد لله اللي ما شافوا هذا الزمن هذا الزمن مع أنه ما صلوا كثير ما شافوا الزمن زمن شب إيش زمن الإنسان قلة وضيق وضجر ما عند الإنسان يعني لو لا لو لا الإيمان هيكي يعني نواسي أنفسنا بالإيمان الله هيكي يعيد الخير والبلاد سوف يعود الخير وسوف تشرق الشمس في الشام شمس الخير والمعرفة وشمس إن شاء الله العطاء وشمس النهضة لكن هاي امتحانات النبي كان عنده امتحان النبي شوف في مكة شو كان عم يساوي من امتحان لامتحان النبي ترك مكة ورعا الطائف من كتر ما كانوا إيش يؤذوه وقلة حصار بني هاشم وصل للمدينة النبي عزوز يهود ومنافقين حتى قال بل الرفيق الأعلى اللهم حسن الختام والوفاة على الإمام منذكركم في برنامجين هذا البرنامج الأم إذا أعددتها والله أنا هذا أنصح به حتى البنت قبل ما تعلم الطبخ والنفخ روح تتعلم كيف تصير أم الأم إذا أعددتها هي بدها إعداد تلكن عن سيدنا عمر بن عبدالعز صناعة جابه وخاله واللعود علموا علموا القرآن علموا الحديث حتى صار عمر بن عبدالعز هاي الأم بدها إيش هاي الفتاة بدها تربيه مين دي ربيها فيسبوك والآن ست المدرسة وبالجامعة ولا رفيتها ما حدا بيربيها إلا أهل العلم أهل اختصاص تسجل بهذه الدورة هناك برنامج إن شاء الله كمان لإعداد المدربين هذا اللي اللي عم يدربي اللي هو أستاذ اللي هو مدير اللي هو أينما كان أنا حتى بقول للآباء هذا فيه مقابلة وكذا كلهم عن وتسجيل وكذا وهي حتى يعرف الإنسان بالمعرفة هلا أصحاب النبي ما كان عندنا القصص ليش لأنه كان مين شيخون النبي بالفضرة يتعلموا يعني هلا لو لا لو لا فضل الله علينا وسائل التواصل كان الدرس لهال ميتين زلمة الموجودين والنساء مية ثلاثمية زلمة هلا اللي عم يسمعو يكون أكثر من ألف وإذا كان واحد قدام منه مرته صالوا ألفين وإذا مرته واثنين أولاده صاروا أربعة آلاف وبعد عشر ساعات يسمعو ونقدم منهم وما يعرف الإنسان تجي الخير كلمة الخير أيام سبحان الله مثل المطر أينما نزل نفع ربنا يتقبل منا بسير الفاتحة اشتركوا في القناة